السلام عليكم يا أهلا وسهلا جهاز S20 Ultra خلونا نبدأ في مؤتمر سامسونج اللي صار أمس تكلموا عن أمور كثيرة جدا واليوتيوب فيه فيديوهات كثيرة جدا على المواصفات والمقاييس والألوان وكل التفاصيل أنا ما بطرق على الأمور هذي كلها لأنها مليانة جدا في اليوتيوب بطرق على الأمور اللي أنا شفتها مميزة في جهازهم الجديد ممكن أتكلم عن الأجهزة الباقية ولكن التركيز كله حيكون على الجهاز الألترا الجديد نبدأ بالكاميرات اللي جاية في الجهاز هذا الجهاز يجي بأربع كاميرات الكاميرا الأمامية عندنا أربعين ميجا بيكسل نعم أربعين ميجا بيكسل ككاميرا أمامية طيب هل في لها احتياج الكاميرات هذه القوية أو كاميرا بالرقم هذا في كاميرا أمامية ما ندري ولكن أنت كاحتياج ممكن العشرة ميجا بيكسل تكفي احتياجك بشكل كامل ولكن شركة سامسونج حبت أن تضيف الشيء هذا في الكاميرا الأمامية بحيث أنها تكون الأقوى أو الأعلى في السوق في الوقت الحالي ننتقل للكاميرات الخلفية عندنا 108 ميجا بيكسل و 48 ميجا بيكسل وكاميرا العريضة اللي هي 12 ميجا بيكسل مواصفات الكاميرا وأداءها وجودتها كلها موجودة في اليوتيوب ولكن أنا بتتكلم عن كاميرات اللي هي 108 ميجا بيكسل كاميرا هذه جدا جدا قوية الجهاز هذا فيه زوم عالي جدا 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 يوصل لـ 100 اكس يعني رقم جدا قوي بس فيه نقطة راح أتطرق لها من ناحية الكاميرا أو من ناحية الصور اللي بتنحفظ في الجهاز هذا الجهاز هذا جاي بثلاثة أنواع من الذاكرة اللي هو 128, 256 أو 512 يعني لو ما أخذت الـ 256 راح تواجه مشكلة بعد فترة لو إنك من الناس اللي تحب التصوير الكثير ممكن راح تواجه مشكلة من ناحية التصوير طب إيش المشكلة هذه لأنه الصورة حجمها جدا كبير فحتاخذ مساحة كبيرة جدا ففجأة حتتفاجأ أنه الذاكرة عندك مليانة من الصور الكبيرة هذه إنك إذا أنت إنسان من محبي التصوير بدقة عالية فإنت ناوي تشتري الجهاز هذا أضرب حسابك إنك تأخذ ذاكرة كبيرة بحيث تتفادى الإشكالية هذه برضو نتكلم من ناحية تصوير الفيديو برضو الكاميرات هذه توصل دقتها لـ 8K نعم 8K دقة تصوير الفيديو وهذا أيضا يأخذ مساحة كبيرة جدا في الجهاز إذا إنك ناوي تأخذ الجهاز هذا لازم تضرب حساب الذاكرة اللي موجودة في الجهاز هذا ننتقل للشاشة اللي موجودة في الأجهزة هذه أحد أفضل الشاشات اللي موجودة في الشركات شركة سامسونج معروفة بشاشاتها الشاشات كلها تيجي دايناميك آموليد وكلها تيجي 120 هيردز أنا كنت متوقع أن الفئات الأقل ستكون دقة الهيردز فيها أقل ولكن شركة سامسونج من ناحية المعالج ونوع الشاشة وسرعة الشاشة اللي هو الهيردز كل الأجهزة فيها نفس المواصفات نفس المواصفات في الثلاثة الأجهزة إذا كنت أخذت الألترا أو أخذت أقل نوع اللي هو الـ S20 البطاريات اللي موجودة في الأجهزة هذه بتكلم عن الألترا آخر شيء عندنا جهاز الـ S20 نازل فيه 4000 ميلي أمبير والـ S20 Plus جاي معها بطارية بسعة 4500 نسخة الألترا جاي فيه 5000 ميلي أمبير طبعا الرقم هذا جدا جدا كبير وخرافي بالنسبة لجوال أنت حاليا الأجهزة بدأت تطور بشكل سريع جدا كل ما زادت السنين كل ما زادت السرعة بشكل كبير جدا جهاز الألترا فيه 5000 ميلي أمبير ممكن بعض الشركات نزلت بطارية بهذا الحجم ولكن إنها تنزل في سامسونج وأكيد مدام نزلت في سامسونج أكيد سنشوفها في الشركات الباقية أو الشركات المنافسة فهذا رقم جدا كبير وأعتقد إنه في السنوات القادمة لأنهم جلسين حاليا يطوروا في نوع جديد غير الليثيوم هذا بيطور نوع جديد وحتزيد الأرقام هذه فشي كبير جدا وخرافي في جهاز تمسك في يدك حجم البطارية فيها 5000 ميلي أمبير عندنا الرامات اللي موجودة في الأجهزة هذه الجهاز هذا الإصدارين الإصدار الأول يجي بـ 12 جيجابايت رام والإصدار الثاني جاي بـ 16 جيجابايت رام خلونا نرجع لأربع سنوات الوراء أبدا أبدا ما كنا نتخيل وكان الـ 12 إذا كان فيه جهاز فيه 12 جيجابايت رام حنقول واو جدا يشل الخرافة هذه يا الله وهذا يعتبر لابتوب ماهو جوال الحين جهاز جوال تمسكه في يدك فيه 16 جيجابايت رام الرامات هذه تنزل في اللابتوبات إلى اللحظة هذه في لابتوبات تنزل عليها لـ 2020 تنزل فيها رامات بـ 16 جيجابايت رام رقم جدا كبير على جوال وهذا شيء يفرحنا وهذا شيء برضو لصالحنا إحنا كمستخدمين حتكون نقلة قوية جدا ونقلة تعتبر نوعية في الأجهزة أو في الجوالات هذه جهاز تمتلكه في يدك عندك الشاشة 120 هيرتز والرامات 16 جيجابايت رام والكاميرا فيها تقريبا 100 إكس يعني صراحة سامسونج سوت شيء تحفى تحفى تعتبر وتحسب هذه للشركة هذا كان ملخص عن جهاز الألتر الجديد اللي نزل لشركة سامسونج قلت خلينا أتكلم عن الحاجات اللي عجبتني في الجهاز هذا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشوفكم على خير سلام